السلام عليكم البنات كنت ستكونوا على خير ودخير بنسبة البنات اللي يسولوني على الطريقة الخياطة أو التبطين أو السجف أو كل واحد كيف يسمي كنت نأخذ الأمام مثلا عندي هاد الكسيوه هادي وما نفتوحه من الأمام كنت نأخذ الأمام كنت نأخذ التبطين وكنت نأخذ الوجه على الوجه على هاد الشكل هادا هكتا هكتا وتنخيطه إذا بعد ما تندوز عليها الماكينة ضروري ما نقطع هاد ضروري ما نكرانيه يعني هنزا قولوا نكرانيه ضروري نقطعه هكتا غير بالرس ديال المقص ندر عليه كله علاش هاد المرحلة هادي انا بطبيعة الحال كنادر مع المهتديئات علاش ضروري كندوز منها باش منين تنقلب التوب الداخل ما تيجينيش مشنق ما تيجينيش توب يعني ما مزيّر ما مرتاحش هاد قطعات هادو ولكن ما نكتروش فيهم حتى يخرجوا للخياطة ضروري يكونوا باش منين كنقلبوك تجي الخياطة مرتاحة اللي بغيت نعود نديلها في نيسيون من الفوق ما كان القالات كماش لا تشي حاجة هادي هي الكسيوى اللي فصلت معاكم البنات هنا نيت في القناة غدي نخلي لكم في خانات الوصف نخلي لكم الرابط ديالها اللي بغاية رجع يشوفها تجي غزالة هي سبور بغيت يديروها سبور بغيت يديروها المحجابات لغير المحجابات يعني بالتوب سخون او لو التوب بارد تجي رائعة تجي فنة معالي زي سبا الناس اللي بغايوا لبسوها معالي تالون تجي فنة غزالة هنا ايه او تاني نفس الشي بالنسبة للخلف الجيهة الخلفية كنقبط تغليفة ديالها وكندي الوجه على الوجه دائما الوجه مقابل مع الوجه وكنخيط او تاني فش كونو كتخيطو انا هنا مازالا مادرتش السورجي حتى غدين في نيعد غندي لها السورجي فش كونو تتخيطو خلي واحد سنتيم وحاولو تدورو مع الخياطة ممشيش بخط مستقيم ولكن انا ماشي وانا تندورتو بللاش لانا عندي تم نصف دائرة سواء في الامام ولا في الخلف هاد الكسيوه هادي انا درتها بتوق مسدود ولكن انا ارديت البل في الفصالة حتى ترجعوا لطريقة الفصالة الفيديو ارديت البل باش يكون الراس دايز لانا ما فيها لا افتحة في الخلف ولا افتحة في الامام واضح؟ من بعد ما كنلاقيه الامام بوحديتو كنلاقيه الخلف بوحديتو كنقبط الامام مع الخلف يعني ماشي غادي نلاقي الكتاف الوقت اللي انا بغا نلاقي فيه الكتيفات مع بعضياتهم غادي ما غاديش نحبس حد حفرة الرقابة كيف ما تقول لكم لا انا كمال حتى اللا برمانتور يعني الخياطة غادي تبشي من الكتاف وهي طالعة و تجيب ديال الطرف ليس تبطين فهم غادي تشركهم مع الكتاف كنتمنى يكون واضح دوك هاتوا ماتابو معايا كنقلب التوب كتلاقيو هاد الجيه هادي باش ما كتفلتش لكم باش ما كيجيش واحد وحدة بفوتة مع الخرف الخياطة كنلاقيوها ضروري باديك الطريقة و كنخيطوها دوك كنجي على هاد القياس هادا كنجي هاكدا باش فاش كندخل انا اللا برمانتور الداخل كتبان بيا فيني ما كتبقاش بين اللي الخياطة الداخل ولا شي حاجة اللي غادي تترونجي الا كتجي يعني بقاعدة و كتجي لفينيسيون الداخل دقية كتجي لبياسة دقية كتجي لاش كنأكد انا على هاد لفينيسيون لفينيسيون كتجي غزالة نفس الشي بنسبة لجي هالخراعة وثانية غادي نقبض الكتف مع الكتف و غادي نمشي كنخيط و غدا نلاقي حتى دو بجوش ديال طرف ديال تغلف ديال تبطين حتى هما غادي نلاقيهو يعني نحبش حد حفرة الرقابة هنكمل حتى الاخر كتبدا يكون واضح دق من بعد مسالية هاكدا الكتفات بجوش لقيتهو كنولي يعدي تجمع هاتو بغا تشوفو شوكي كتجي لفينيسيو بحال هكدا كتجي لقيه و إلا بغيت تزيد لتبت هذك يعني لتبت هذك التبطين الداخل غادي نزيد حتى اللاقيه بالأخصي لك التوب رهيف بازال هاد التوب هادرها شوية واقف هادا كاش باغ ديال البرد كسيوة ديال البرد كنا نعتدر على الصوت شوية دربني البرد ها ها هه ها هده هندي ديال بغيت يبقى لا يبقاش يلعب هاتو بكاتجي هكذا على هات شكل مزالي غاديد فيديوها اكتر بذلك هنا تنقبط هات الجوج ديال للطراف وكنلاقيهم مع الكتف إما لكم الاختيار إما كتديرو غير واحد الغريزة هنا في الاخير باش كتبتو هكذا بالباكيدا كتبتو غير واحد الغريزة إما كتبتو عليه بالخياطة كله وكتبتو الزياد وكتبتو الزياد وكتبقتشي حاجة يعني زيدة تمبة هاتو الطريقة زويرة كتلاقي تغليفة مع الكتف طبيعي الحل بالخلف ماشي بالآبة بغيتو تديرو غير غريزة تيبكلكم تديرو غير واحد الغريزة تمبة وصافي وتبتوها كيلي كيتبتها أيضا بذلك الفيزلين اللي هو كيلسق بجوجة الجيهات تهواتي جيزوين كيليسق بجوجة الفيزلين كيعطوها إسم آخر بشريب البالدبة كاللاقي وهو هكذا ممكن أن نقلبها في كل القاة متبتها دراها الدخل داخلها ديالك السيوة وتيكون هكذا بيان فيني واضح نفس الشيء غادي ديالجيها الأخرى هدايا غادي نلاقي البربوتور باها الكتيف هكذا تتبته باش في بك يبقاش يلعب ذاك البربوتور تقاش تايرة وليك تبقات بيل في اللبسة أو لها هكذا من بعد ما كنت ساليهم وكنتبته شنو غادي ندير دابة ناخد عبار السبات في هاد الدورة هاد العدوق عبار ديال السبات وكنتبته غادي ندير الخياتة غادي ندوز الخياتة وندير لها فينيسيون زوينة دائما أنا ماشية تنخيات وانا تنتحسس بيدية هديك الخياتة تخرج ويكون هير عبار السبات لانا خصنا نركزوا على هاد المرحلة هاد اللي كتعطي اللي كتبين واش الخياتة ماشية بقادة واش كايد شي حاجة ماشية هديك مبخبعاش هاد المرحلة هديك تكون الخياتة بايدة خصا تجيب قادة وجي زويدة وجي دائرة واخا اذا نبقينا هي كنناخدو نفس العبار وكنقاد جمد بسبعيها انتم هدا يلاحظوا كبقا جمد بسبعي ذاك الخياتة حتى هي باش تقعد الدخلانية وكندور عليها كلها دبا كندور على العنية كله بهاديك نفس الطريقة فالا فالا ساك السالي العنق ديالي كله كدي لابرموتو بهاد طريقة غزالة يعني بيا فيني لا من الداخل ولا من برا كدي الكسي وزويلا كتمنى الطريقة تكون واضحة للكم ها نتوبة على هاد الشكل هادا اذا لا عجبكم الفيديو وعجبكم هاد النوع ديالي فيديو خليوهم ليفلي كوموتر اي تساؤل عندكم بخصوص هادشي ولا بغيتوني ندير شي حاجة اخرى وتفقتوا عليها وكانوا لي كوموتر فيها بزف مرحبا نديرها لكم على الرأس العيد متنسونيش بلاي كل اشتراك ونهاركم برو برو